أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المجلس هو المجلس الخامس من مجالس تفسير سورة النحل في هذه الدورة دورة الأترجة المباركة وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمَّ يُرَدُّ إِلَى أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءٍ إن الله عليم قدير بيّن الله عز وجل نعمه على عباده وأنه هو المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالإماتة يعني بالإيجاد والإعدام وهذا يدل على أن له الأمر كله أوله وآخره قال والله خلقكم ثم يتوفاكم فهو الذي ابتدأ خلقكم وهو الذي يقدر موتكم ويميتكم قال وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْضَ لِلْعُمْرِ يعني منكم من يموت في سن مبكرة ومنكم من يتأخر موته حتى يصل إلى مرحلة الهرم وهي مرحلة التي يرد فيها الإنسان إلى أرض للعمر إلى أسوأه وهي مرحلة استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها استعاذ بالله من الهرم ومن سوء الكبر لأن الإنسان إذا أسن وذهبت منافعه وقواه صار عالة على نفسه وعلى الناس وضجر من الحياة فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من هذه الحالة قال وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْضَ لِلْعُمْرِ لكي لا يعلم بعد علم شيئا يصل إلى مرحلة لا يعلم فيها شيئا بعد أن كان يعلم أشياء كثيرة لأنه يكون مثل الطفل الذي لتوه قد ولد إن لم يكن أسوأ لأن الطفل في كل يوم يزداد خبرة ومعرفة وذاك في كل يوم يزداد سوءا وجهلا وتضيعا إن الله عليم قدير يعني تفكروا فيما تقول إليه نفوسكم وأعماركم وأن الذي يجري عليكم ذلك هو الله ولاحظوا يا إخواني كلما أتت آيات الخلق يأتي وصف الله بوصفين عظيمين وصف العلم والقدرة لأن الخلق لا يكون إلا بهذين الركنين وهما العلم والقدرة لا يكون إلا بهذين الركنين العظيمين هل يمكن أن يخلق أحد من دون أن يكون عالما وقادرا لا يمكن ولذلك تكرر في القرآن ذكر العلم والقدرة مع الخلق الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء إيش آخر الآية إيش آخر الآية وهو العليم القدير فذكر العلم والقدرة مقترنين بالخلق قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق نحن الآن كلنا نسعى إلى طلب الرزق ونريد أن نكون أغنياء وما منا من أحد يكره الغنى ولكن مع ذلك تجتهد ليلك ونهارك وما تؤتى من الرزق إلا ما كتب لك ما للذي حال بينك وبين الرزق الذي قد جاء لجارك أو أخيك أو قريبك أو صديقك أو من درست أنت وإياه سواء وتخرجتما سواء من إنه الله لأن الرزق بيد الله وليس بيدك وانظروا اليوم يا إخواني بالأمس كنا نرى أناسا يملك الواحد في أرصدته وحساباته مئة مليار ومئتين مليار واليوم ما يملك ورجنيه في جيبه سبحان الله بيد من الرزق بيد الله أمس كان ملكا مملكا يقول فيسمع الناس ويشفع فيشفع ويأمر وينهى واليوم يقيد ويسجن ويسلب رزقه ويكون أضحوكة للناس كيف أهذا هو الملك الذي كان بالأمس تهابه الجبابرة وتخشى سطوته السلاطين نعم لكنه مخلوق وعمره بيد الله الذي يصرفه كيف يشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ما بيد أحد شيء إلا الله هو الذي بيده كل شيء ولذلك قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ثم احتج عليهم حجة عجيبة جدا فقال فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء الذين عندهم رزق وفضلوا بالرزق ما فيهم أحد يأتي ويقول هذا الرزق الذي أوتيته سأقسمه بينكم أو سأعطيه مماليكي في أحد سمعتم أنه لما أتاه الرزق جاء بالمماليك الذين عنده وقسمه بينهم طيب أنتم الآن تدعون بأن الله عز وجل قد جعل هؤلاء شركاء له كيف هذا كيف يمكن أن يجعل هذا لله عز وجل أنتم ما ترضونه لأنفسكم أن تجعلوا الملك الذي لكم لعبيدكم فالله عز وجل لم يجعل الملك الذي له لعبيده هو الله القادر الملك الحق ما يجعل هذا الملك به للضعفاء العبيد المملكين المدبرين المسخرين قال فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء هل رأيتم رجلا ملكا يجعل لعبيده حق التصرف في ملكه كما يتصرف فيه هو هذا ما يوجد في عالم البشر إذن فكيف ترضون ذلك لله أفى بنعمة الله يجحدون ما لكم تفعلون مع الله عز وجل لذلك فتجحدون نعمة الله عليكم قال وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وانظروا يا إخواني قال وَاللَّهُ خَنَقَكُمْ وهنا قال وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيُبَيِّن لك الفرق بين الخلق والجعل فالخلق هو الإنشاء من العدم يعني عملية أصعب لو كان هناك شيء صعب على الله لقيل هذا أصعب لكن وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ما في شيء صعب على الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أما الجعل فهو التصيير والتغيير والنقل والتحويل قال وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا من هي أمنا حوى خلقها الله من نفس آدم خلقت من ضلع وهذا معنى قوله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا يفسرها قوله يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا جَعَلَ أي صَيِّر قال جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لماذا من أنفسكم وليس من غيركم من أجل أن يتم السكن والرحمة ولذلك تجد المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرة يحن إليها وتحن إليه لأنهما خلقا من شيء واحد وليالك يقولون الرجل يلتفت إلى الأرض والمرأة تلتفت إلى الرجل لماذا؟ لأن كل واحد يلتفت إلى الشيء الذي خلق منه فالرجل خلق من التراب فهو يلتفت إلى التراب فهو يكدح ويسعى ويبذل ويسافر ويبطش ويغير ويحرث ويزرع والمرأة تلتفت إلى الذي خلقت منه وهو الرجل قال الله عز وجل والله جعل لكم وبدأ بقوله لكم ليبين عظيم المنه والامتنان على العباد من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا جعل لكم من أزواجكم لأنه لا يمكن أن يكون لك أبناء إلا من الزوجة وهذا يدل على ضعفك وشدة حاجتك لمرأتك وأنك لا يمكن أن تستغني عنها وأن النوع الإنسان لا يمكن أن يستغني عن هذه الزوجة قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وذكر البنين لأنهم كانوا يفاخرون بهم قال وحفد والحفد في أصل اللغة بمعنى الخدم والأعوان ويراد به هنا في قول كثير من المفسرين هم الأحفاد أي أولاد الأولاد سواء أولاد الأبناء أو أولاد البنات وهم في الحقيقة نعمة على الإنسان وخصوصا في الجو الإسلامي جو الأسرة فإن الإنسان يرى من أحفاده ما تقر به عينه إذا كان عمره ثمانين ويرى أبناء أبنائه وأبناء بناته يخدمونه ويسمعون له ويطيعون ويتحدثون إليه ويقضون حوائجه ويقومون بأمره هذا نعمة من الله يمتن بها علي وعليك وعلى كل من حصلت له هذه النعمة قال ورزقكم من الطيبات إن قيل لما ثنى بالرزق برزق الطيبات بعد ذكر البنين والحفدة يقال والله أعلم لأسباب الأول أن من أسباب الرزق البنين والحفدة فإذا جاءك البنون جاءك الرزق فإياك أن تخشى أن ينقطع الرزق عنك بسبب الأبناء هذا واحد اثنين من أسباب الرزق أن الأبناء أنفسهم يكدحون ويطلبون الرزق فينفقون على آبائهم الذين كانوا يربونهم وينفقون عليهم في صغرهم قال ورزقكم من الطيبات آف بالباطل يؤمنون وهم الأصنام وبنعمة الله هم يكفرون بما أنعم الله عليهم يكفرون فلا يعبدون الله وحده ولا ينسبون هذه النعمة إليه قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا يعبدون أصناما لا تملك لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا شيئا يقولون بدل من رزقا بمعنى رزقا أي رزق والله لو كانت هباء من غبار ما يملكونها لهم كما قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تعبدون من دون الله لا يخلقون إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه انظر إلى شدة الضعف الذباب هذا المخلوق الحقير لو سلبهم شيء مما عليهم أو مما فيهم أو من طعامهم أو لمعدلهم معدل الأصنام لم يستطيعوا استنقاذ ذلك الطعام منه إذن إذا كان الذباب الحقير يستطيع أن يتغلب على هذه الأصنام فما فائدة هذه الأصنام وهنا يقول لا يملكون من الرزق أي شيء لا قليل ولا كثير ولا يستطيعون ذلك لا يملكونه ولا يستطيعون جلبه أيضا فلا تضربوا لله الأمثال أي لا تشبهوا الله بالأصنام وتجعل هذه الأصنام ندا لله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم ضرب الله أمثالا تتضح بها الحقيقة وهذا من منهج القرآن في ضرب الأمثال تضرب الأمثال للأمور العظيمة هذا أولا وثانيا لإضاح الحقائق بأبين الأشياء وأوضحها ما في مثل في القرآن إلا وهو في غاية الظهور لمن تأمله وتجده خير ما يضرب به المثل قال ضرب الله مثلا ما هو هذا المثل مثل عظيم لأنه في قضية التوحيد والشرك في قضية الفرق بين الخالق والمخلوق بين هذا الإله الحق وبين هذه الآلهة المزعومة ولذلك فخمه الله بقوله ضرب الله وكلمة ضرب يقول علماء تدل على لفت الانتباه ما قال وضع الله أو بين الله لكم مثلا لا ضرب لأن الضرب فيه إقاع مثلا ما هو هذا المثل قال عبدا والعبد تشملنا جميعا كلنا عباد لله عز وجل فلما أراد أن يبين أن هذا العبد من جنس معين وهو ذاك الرقيق الذي يتصرف فيه ويملك قال عبدا مملوكا ولم يقتصر على قوله عبدا لأنه الآن يريد أن يبين رذالة هذه الأصنام وحقارتها وأنها ليست بشيء قال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ما عنده مال ولا عنده زوجة ولا عنده شيء ولا عنده حاجة لا يقدر على شيء لا يستطيع أن يتصرف في شيء لأنه لا يملك شيئا قال ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا يتصرف فيه كيف يشاء بالله عليكم ما الفرق بين هذا العبد المملوك المكبل الذي لا يملك شيئا ولا يتصرف في شيء وبين ذاك الحر الذي يملك رزقا واسعا ويتصرف كيف يشاء ينفق سرا وجهرا هل بينهما فرق بينهما فرق شاسع ولا يراد من ذلك يعني وصف الله عز وجل بأنه كالحر أو من رزق رزقا حسنا إنما يراد عظم البون الشاسع بين الآله المزعومة والإله الحق فالله عز وجل غني قادر متصرف ينفق كيف يشاء ويعطي من شاء ويحرم من شاء له الملك التام والتدبير المطلق وهذه الأصنام ليس بيدها شيء أين عقولكم عندما تسوون هذا الصنم الذي لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء بالإله الذي بيده كل شيء ويعطي كل شيء ويرزق عبادة من واسع فضله لا ينقص ذلك من ملكه شيء فهو مثل للأصنام ولله يراد به بيان حقارة الأصنام بالدرجة الأولى لا عظمة الرب لأن الرب سبحانه وتعالى أجل وأعلى من أن يضرب له مثل بهذا وأعلى من ذلك لكن لما أراد بيان الفرق ضرب هذا المثل والمثل إنما يضرب ليش؟ لتقريب الحقائق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه ربه بالقمر إنما أراد تشبيه الرؤية كيف تكون وهو أن كل إنسان يرى القمر من دون أن يزاحم على رؤيته ولم يرد تشبيه المرء بالمرء تشبيه القمر بالله عز وجل فالمثل إنما يراد به تقريب الحقائق قال فهو ينفق منه سرا وجهرا لماذا قدم السر على الجهر؟ قدم السر على الجهر لأن السر أفضل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعمها هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فإن قلت هل الجهر يقابل السر؟ قلنا لا أن ليقابل السر هو العلانية ولكنه ذكر هنا الجهر ليبين كمال التصرف في المال وأنه يفعل به ما يشاء قال هل يستوون؟ من حقك لن تقول لما لم يقول هل يستويان؟ تقول لا إنما قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وهؤلاء كثير هؤلاء كثير هل يستوون مع الله؟ لا يستوون الحمد لله له الوصف الأعلى والمثل الأعلى والصفات الكاملة والأسماء الحسنة جل جلاله الحمد لله الممدوح الذي له المدح كله والثناء كله بل أكثرهم لا يعلمون ولذلك سووا هذه الأصنام بالله جل جلاله ثم وضح الحقيقة مرة أخرى بمثال آخر فقال وضرب الله مثلا وأعاد في قوله وضرب الله مثلا لكي تتهيأ النفوس لقبول المثل وتهتم به وتعلم أنه في أمر عظيم فماذا قال؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير انظر صفات الضعف الأربعة أبكم بمعنى خلق لا يتكلم بخلاف الأخرس الأخرس من كان يتكلم ثم أصابه يعني الحبس في الكلام أما الأبكم هو الذي ولد غير متكلم أبكم لا يقدر على شيء من عجزه وضعفه لا يقدر أن يصنع شيئا وهو كل على مولاه يعني ثقيل على سيده في طعامه وشرابه ولباسه ونومه وقيامه وقعوده ثم أيضا أينما يوجهه لا يأتي بخير يقولون كام من عادة العرب أنه إذا ولد لهم ولد من هذا النوع يعني ضعيف وأبكم يوجهونه في مثلا رعي الغنام وأشياء من هذا القبيل يسد مسدا أما هذا الذي يضرب الله عز وجل به المثل يقول أينما يوجهه لا يأتي بخير وينما وضعه لم يأتي من ورائه طائل ولا خير قال الله عز وجل هل يستوي مثل هذا الرجل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل يأمر بالخير ويأمر بالعدل ويأمر بالطيب والمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بين الناس بالحق وهو على صراط مستقيم أي قائم بالحق ممتثل له هل يستوي هذا الرجل وذاك لا والله لا يستوي هذا هو مثل للأصنام المزعومة التي تعبد من دون الله ومثل لله جلاله ولله المثل الأعلى في الفرق بينهما وفي بيان حقارة هذه الأصنام وأنها لا تملك شيئا ولا تصنع ولا ترفع ولا تنفع ولا تصنع شيئا لنفسها فضلا عن عابديها إذن فهذا مثل ثاني في التوحيد وأكثر أمثال القرآن في التوحيد ليبين لك الله عز وجل أن أمر التوحيد عظيم وأنه يستحق أن تضرب له الأمثال في صور وأشكال متعددة حتى يبين التوحيد لكل أحد قال بعض العلماء إن المثل الأول إنما هو للمؤمن والكافر والمثل الثاني للأصنام ولله وقال آخرون لا المثل الأول لله وللأصنام والمثل الثاني للمؤمن والكافر أنت افهم المثل طبقه على المؤمن والكافر أو طبقه على الأصنام وعلى الله سبحانه وتعالى ستجد أنه يصلح للإثنين ومع ذلك نرجح لأن السورة إنما جاءت لبيان محاجة المشركين ومناقضة دعواهم في أحقية هذه الأصنام بالعبادة نقول إنها كلها في التوحيد وفي بيان الفرق بين الله جل جلاله القادر على كل شيء المالك لكل شيء وهذه الأصنام الضعيفة المملوكة التي لا تقدر على شيء ولا تصنع شيئا قال الله عز وجل مبينا عظمته وجبروته وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قريب وهو أن هذه الأمثال إنما هي في أمر التوحيد قال ولله غيب السماوات والأرض يعني كل ما غاب في السماء والأرض فهو لله علمهما وملكهما وما أمر الساعة إلا كلمح البصر هذه الساعة العظيمة الهائلة أمرها بالنسبة لله كلمح البصر أو هو أقرد ينفذها الله في مثل لمح البصر في مثل الطرف العين على عظم شأنها وثقلها في السماوات وفي الأرض إلا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها في مثل لمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ثم ذكر الله عز وجل نعمة أخرى أنعم بها علينا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا عندما أخرجكم من بطون أمهاتكم ما كنتم تعلمون شيئا ونسب الإخراج إليه لماذا؟ لأنه لا يعلمه إلاه المرأة الآن تعلم أنها في هذا الأسبوع ستلد أو خلال هذه الأيام المقبلة عشرين أو عشرة أيام لكن الساعة التي ستلد فيها لا تدري ما فهي تتهيأ أياما وأياما لأن أمر خروج الولد بيد الله وليس بيدها مع أنها قد حضنت هذا الولد بكامل أحشائها لا تدري متى يأذن الله عز وجل بيخروج ثم إذا أراد أن يخرج هذا الولد من الذي يقلبه على رأسه ويلين عظام المرأة له حتى تتفكك ثم يخرج هذا الجنين من بين كتلة عظيمة من العظام يا إخواني وهي عظام الحوض التي للمرأة هذه العظام يا إخواني مثل الشبكة المعقدة ومثل الحجارة الصماء لا ينفذ منها شيء لكن عندما يأذن الله بخروج الولد تلين هذه العظام حتى يخرج سبحان الله من مخرجه الذي أذن الله عز وجل له بالخروج منه برحمته ولطفه وتدبيره وحسن تقبيره جل جلاله قال لا تعلمون شيئا ما عندكم من العلم شيئا لكنه جعل لكم وسائل العلم فما هي وسائل العلم قال وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بدأ بالسمع لأنه وسيلة العلم العظمى أكثر العلم مسموعات أنتم الآن رأيتم الجنة يا أخواني رأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم رأيتم الصحابة والتابعين رأيتم الوحي رأيتم النار الملائكة رأيتم الله جل جلاله كل هذا علمناه بالسمع علمناه بالسمع فأكثر العلم إنما هو مسموع ولذلك إذا فقد السمع فقد العلم فالإنسان الذي لا يسمع من صغره لا يتكلم ويصبح مثل الإنسان أو قريبا من الإنسان المجنون أو الناقص ولذا نجد من هو أعمى وعالب لماذا؟ لأن وسيلة العلم العظمى هي السمع قال والأبصار إن قلت لما جمع الأبصار قيل والله أعلم لأن الإنسان يستطيع أن يبصر في الوقت الواحد أشياء كثيرة من دون تشويش ولا تعارض الآن أنا أنظر إلى أكثر من عشرين منكم من دون تشويش ولا تعارض لكن لو تكلم إثنان في وقت واحد لابد أن تسمع لواحد وتضعف عند الثاني وقد لا تسمعه إذا كان الأول قوي الصوت لكن لو واحد كبير واحد صغير تراهما في نفس اللحظة بدرجة واحدة قالوا فلأجل ذلك أفرد السمع وجمع الأبصار ومنهم من قال السمع مصدر والمصدر لا يجمع والبصر اسم والاسم يجمع ولكن هذا القول فيه إشكال ثم قال والأفئدة بعدما ذكر آلتي السمع ذكر محل الإدراك السمع يوصل هذه المسموعات إلى الفؤاد الذي يحلم ويفكر ويعقل لهم قلوب إيش لا يفقهون بها فالفقه والإدراك والعقل إنما هو في القلب وفي الفؤاد والأفئدة لعلكم تشكرون لكم أن تسألوا فتقولوا في كل المواطن التي ذكر فيها السمع والأبصار والأفئدة يقال قليلا ما تشكرون وفي هذه الآية وحدها من بين تلك الآيات قال لعلكم تشكرون لماذا قال علماء لأن تلك جاءت في موطن العتاب والذن والتوبيخ للمشركين فهو يقول بعدها قليلا ما تشكرون أعطيناكم هذه فأنتم قليلا ما تشكرون أما هنا فهو من باب الامتنان على العباد أن الله أخرجكم من بطون أماتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة رجاء أن تشكروا قال الله عز وجل ألم يروا إلى الطير هذا الاستفهام للتوبيخ ألم يروا وينظر إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ألم ينظروا إلى قدرة الله وتمكنه من هذه المخلوقات وإعطائها القدرة على أن تطير ويمسكها الله عز وجل وهي في الهواء غير مطمئنة على الأرض أليس هذا فيه الدلالة على قدرة الله الباهرة وعلى أن الله عز وجل بيده كل شيء فالطير يطير في الهواء في الفضاء ويمسكه الله عن السقوط والهوي من الذي مع أنه قد يكون كبيرا كالنسر يعني حجمه قد يكون أحيانا بعشرات أو مئات الكيلو الكيلوات ومع ذلك يطير بأمر الله عز وجل ويمسكه الله عز وجل في السماء قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آيات ينتفع بها من يؤمن أما من لا يؤمن فقد قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ثم بدأت الآيات تعدد النعم يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ابن آدم ما يسكن إلا في بيت ما تسكن نفسه ولا يرتاح إلا في مكان يستقر فيه وإذلك تجدونه إذا ذهب إلى الخلاء يجلس في الخلاء يأنس ساعة ساعتين ليلة ثم لابد يبحث عن مكان يأوي إليه ما يمكن يجلس في العراء إلا في حالات الضرورة وإذا جلس في العراء فإنه يشعر بالشتات والاضطراب العظيم جدا ويشعر أنه قد افتقد نعمة عظيمة فالله جعل لنا من بيتنا سكنا سكنا نرتاح فيه ماديا ونفسيا ولذلك عبر بالسكن لأنه يشمل السكن النفسي والسكن المادي فأنت تسكن في البيت ترتاح وتطمين انظر إليك لما تنام في العراء وعندما تنام في غرفة أو في بيت يكنك أيهما أكثر هدوءا لنفسك وأطيب لقلبك وأسكن لجوارحك إنه عندما تكون في بيت هذه البيوت من الذي جعلها لنا الله لو شاء الله ما جعل على الأرض بيتا يستقر لو بس الأرض تتحرك هكذا يا أخواني بهذه الحركة هل يمكن نبني بيت صحيح يمكن نقف يمكن نقعد يمكن نمشي لكن نبني بيتا ما يمكن وإذلك من حينما تتحرك الأرض قليلا هزة واحدة تسقط البيوت على أهلها فنحمد الله على هذه النعمة جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا أي في حال الضعن والسفر عندكم بيوت متنقلة هناك بيوت في حال الإقامة وهي هذه البيوت التي نبنيها هيأ الله لنا أدواتها وهيأ لنا موادها وهيأ لنا الأرض التي تمسكها وتقر عليها وجعل لنا من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها أي تكون خفيفة عليكم تحملونها معكم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم إذا كنتم مسافرين وإذا أقمتم أيضا قال وأيضا من نعم الله عليكم أن جعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا تتمتعون به إلى حين من أصوافها الصوف من أين من الغنم وأوبارها الوبر من أين من الإبل وأشعارها الشعر من أين من الماعز انتبهوا ليه يا إخوات الوبر من العصوف من الضأم والوبر من الإبل والشعر من الماعز أثاثا يعني تتأثلونه وتعدونه لأنفسكم منها يعني الملابس والستائر وأحيانا القرب والأواني وغير ذلك ومتاعا تتمتعون به إلى حين إلى حين وفاتكم أو إلى حين بلاء هذه الأشياء التي جعلها الله لكم قال والله جعل لكم مما خلق ظلانا أي جعل لكم ظلا تستظلون به من الأشياء التي خلقها فكل الأشياء التي نراها موجودة وذات جسد مادي لها ظل وهذا الظل نستفيد منه الشجرة والجبل والجدار ونحوها لها ظل وهذا الظل نستفيد منه عندما تأتي الشمس نحن نستفيد من الشمس لكننا نتضرر بها إذا تعرضنا لأشياءاتها طيب ما الحل؟ الظل تستظل به فتبقى الشمس مفيدة لك وتنتفع بضوئها وتنتفع برفئها وتنتفع بأشياء كثيرة وتجلس في الظل الذي خلقه الله عز وجل ليكون مريحا لك وجعل لكم من الجبال أكنانا تستكنون بها عندما يجعلها الله على صفة تصلح للاستكنان وهناك جبال بالمناسبة فيها كهوف كثيرة حتى أنك تجد قبائل في بعض بلاد العالم وأنا اطلعت على صور من هذا القبيل بيوتهم كلها في الجبال كل ما في الأمر أنه يأتي بجدار يغلق به واجهة الكهف ثم بيته في داخل الجبل فهو قد أمن نفسه تأمينا شديدا يعني صبات طبيعية مؤمنة من العوارض العادية ولا خوف في هذه الحالة إلا من الله سبحانه وتعالى قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر أي ملابس تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس سرابيل تقيكم الحر يا إخواني حاجة الإنسان إلى اللباس في الحر أكثر أو في البرد أكثر أجيب إذا تركته في البرد يمكن تبوت من البرد لكن في الحر لو أنك خلعت الثياب ما تموت لكنك يعني تشعر بالوحشة لكنك لا تموت أليس كذلك؟ بل الإنسان في الحر يتخفف من الثياب فلماذا ذكر الحر؟ ولم يذكر النعمة الأعظم وهي البرد لا حاجة الإنسان إلى اللباس في البرد أكثر أو في الحر أكثر في البرد فقد يقال المفترض أن يذكر نعمته علينا باللباس في البرد ولا يكرها في الحر من العلماء من قال إنما ذكر الحر لأن بلاد العرب كانت حارة فهم يستشعرون نعمة الله عليهم في اللباس لأن أكثر وقتهم كان حرا ومنهم من قال إنه لما أشار إليها في الحر وأنها نعمة في الحر كان ذلك من باب الأولى في البرد والذي يظهر لي أن الله ذكر هنا الحر اللباس في الحر لأن نعمته علينا بلباس البرد هو من أصول النعم التي تقدمت في أول السورة قال والأنعام خلقها ما هي أول نعمة؟ قال لكم فيها إيش؟ دفء دفء بإيش؟ بأن تكون جلودها لباسا لكم فلما تقدمت وجعلها مع أصول النعم جعل هذه مع مكملات النعم لأن النعم التي هنا الآن هي ليست أصولا هي مكملات ومتممات يستطيع إنسان يعيش بلا بيت ولا ما يستطيع؟ يستطيع ونرى أناس من ما يسمون المشردين يعيشون في الشوارع وفي أمريكا ثلاثة ملايين مشرد يعني بلا مأوة ولا بيوت دولة الحضارة والرأسمالية يوجد فيها ثلاثة ملايين مشرد إذن ذكرت هنا سرابيل الحر لأن سرابيل البرد قد تقدمت في أول السورة ولأن سرابيل البرد من الضرورات وهي من أصول النعم وهذه من المتممات فذكرت في موطنها قال وسرابيل تقيكم بأسكم تقيكم بأسكم يعني تقيكم الحرب التي تقع بينكم وهي الدروع والعلبسة التي يلبسها المقاتلون من أجل اتقاء السهام والسيوف والرماح كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون أي مثل هذا الإتمام يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لله عز وجل ولاحظوا كيف استعمل كلمة يتم نعمته يعني كأن النعمة قد وجد أصلها أصلا في الأول وهنا تبامها إذن فهذه متممات النعم وليست أصول النعم قال فإن تولوا عن الإيمان وأعرضوا فإنما عليك البلاغ المبين ما عليك يا محمد إلا أن تبله ويكون بلاغك مبينا مقيما للحجة على هؤلاء يعرفون نعمة الله يعرفون أن هذه النعمة من الله وأنها محض فضل من الله لكنهم مع ذلك كما قال الله ثم ينكرونها يجحدونها فينسبونها إلى آلهتهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب قال ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون أكثر الناس جاحدون لنعم الله لا ينسبون النعمة إلى الله ولا يشكرون الله بالنعمة التي أنعم بها عليهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر